لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى لكن هذه حال الحرب أيضا وحال الصراع هل هو إذن اعتراف نادر بالهزيمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وهل خسر المعركة أم الحرب التي وصفها بأنها كر وفر وهل كان هذا الخطاب موجها للقريب من الدائرة الضيقة للحزب قبل البعيد تساؤلات كثيرة يطرحها خطاب حسن نصر الله الذي يراه أنصاره اعترافا يعبر عن شجاعة سياسية في حين قد ينتشي به خصومه كما قال نصر الله نفسه متحدثا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بعد عملية تفجير الأجهزة في هذا الجزء من المسائية نحلل هذا الخطاب رسائله وتداعياته أيضا على التصعيد القائم في الشرق الأوسط لهذا الغرض أرحب بضيفي بداية من بيروت أرحب بالعميد المتقاعد شارل أبي نادر الخبير العسكري والستراتيجي ومن واشنطن أرحب بالأستاذ إليوسف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أبدأ معك أولا سيد أبي نادر من الناحية السياسية والعسكرية كيف نقرأ اعتراف الأمين العام لحزب الله بتلقي الحزب لضرب وصفها الأكبر في تاريخ لبنان مساء الخير طبعا هو اعتراف يعني لا يستطيع أحد أن يتهرب منه لا يستطيع أحد أن يتهرب منه لأن معطيات هذه الضربة هي واضحة عدد كبير من مقاتلي الحزب أو من مناصير الحزب أو حتى من البيئة المدنية القريبة من الحزب أصيبت إما قتل عدد كبير منها استشهد أو إصاباتها أيضا بليغة هناك تشويهات هذا من الناحية المادية لناحية الخسائر من الناحية الأمنية أيضا أشار سيد نصر الله إلى أن هناك ضربة أمنية يعني ضربة أمنية أن يكون هناك وصول لهذه الأجهزة المفخخة والتي هي فيها صغرات ممكن أن تستهدف عناصر الحزب بهذه السهولة وبنفس التوقيت طبعا طبعا هي تعتبر ضربة أمنية كبيرة هذا اعتراف واضح ولكن ما قاله السيد نصر الله اليوم هو لا يمكن القول أنه اعتراف بأنه خسير الحرب أو خسير المعركة المعركة مستمرة ما يقوم به حزب الله على جبهة الكيان الإسرائيلي هي مستمرة بشكل كامل لم تتغير لبل بالعكس هي تصاعدت أكثر وتصاعدت أكثر بعد هذه العملية أثبت اليوم نمط الأعمال الكتالية التي أدارها الحزب بإطلاق المسيرات وبالصواريخ بأن موضوع تفجير الأجهزة اللاسلكية لأغلب عناصره لم تتأثر بتاتا هذا النمط أو هذه القدرة لبل بالعكس ربما رأينا نشاط أكثر وفعالية أكثر كل هذه النقاط أيضا الأهداف الأساسية وضعها بوجه نتنياهو بشكل كامل لا تتوقف هذه الجبهة إذا لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة لا عودة لسكان الشمال في إسرائيل بتاتا وإذا فكرتم بحزام أمني نحن ننتظر جنودكم وأليتكم سيد اليوسف البعض اعتبر أن خطاب حسن صلى الله هو شجاعة سياسية منه ونوع من المكاشفة أو الصراحة مع أنصاره هل ترى الأمر كذلك؟ شكرا على استضافة طحيلة ضيفك من بيروت طبعا دعيني أشير في البداية إلا أنه من المؤسف فعلا أن بعد كل الذي حصل في لبنان على امتداد الساعات الثمانية والأربعين الماضية أن لا نزال نتحدث عن نصر أو لا نزال نتحدث عن طراب وجبهات المشكلة أننا لم نخسر أو لبنان لم يخسر فقط هذه المعركة وبرأيي هو أيضا خسر الحرب ليس فقط لبنان كل المنطقة للأسف هي تخسر نحن خسرنا المواجهة مع إسرائيل الذي لا يستطيع أن يرى هذا الأمر ويعتقد أن المنازلة أو المشاغلة ما شأت الأسماء يعني مع مكادة التسمية إذا كان هذا هو شكل الانتصار فأعتقد أننا في موقع بائس هذا من ناحية من ناحية ثانية إذا كان يحاول حسن نصر الله أن يعني يدعم أو يعيد الثقة للبيئة التي خاطبها اليوم عبر شاشة تلفزيون هناك سؤال لماذا قام بتسجيل هذه المقابلة وكل الدلائل تشير إلا أنها كانت مسجلة هذا يعني أنه بات غير قادر هذا الحزب على ليس فقط أن يحمي عناصره لكن أيضا أن يحمي قادته المباشرين عندما لا يتمكن حسن نصر الله من القيام بمقابلة أو بمؤتمر مباشر هذا دليل على تصاعد الخطورة وهو بالمناسبة لكن سيد إلي يوسف هذا الموضوع هذه النقطة يعني ليست بالجديدة على الأمين العام لحزب الله هو لا يظهر في الأماكن العامة لا يكون لديه أنا لا أتحدث عن ظهوره في الأماكن العامة دعينا نتذكر خطاباته الأخيرة كانت خطابات مباشرة بمعنى كان يتوجه إلى جمهور كان موجودا يسمعه ويحضره وكان هذا الجمهور أيضا يستطيع أن يوصل له بعض الرسائل عبر معاونيه هذا الذي لم يحصل هذا اليوم هذا يعني أن أيضا الاستهداف الذي حصل يوم الأربعاء تحديدا قد أصاب البنية المسؤولة عن تنظيم الحشود لحزب الله وبالتالي هذه ضربة غير مسبقة السؤال من لا يستطيع أن يؤمن لنفسه الحماية كيف يمكن أن يؤمن لجمهوره وللوطن اللبناني بشكل عام هذا الذي يتغنى به بأنه سلاحه هو سلاح رادع من الذي ارتدع هذا سؤال برسم يعني ليس فقط قيادة حزب الله هو برسم كل اللبنانيين وكل الطبقة السياسية اللبنانية التي عليها على الأقل أن تقول اليوم كلاما مسموعا أو يجب أن يسمعه اللبنانيون ليحاسب على ما حصل في لبنان ليس فقط في الساعات الثمانية والأربعين الماضية لكن على امتداد السنة المستمرة نحن الآن دخلنا تقريبا في سنة من انطلاق هذه الحرب التي لا أحد يعرف ما هي أهدافها طالما قطاع غزة قد جرى تدبيره بالكامل يعني الهدف كما قال حسن نصر الله أنه طبعا عندما تقف الحرب في غزة سيتم توقيف كذلك الحرب أو الاشتعال في الجبهة الشمالية لكن نستمع إلى هذه الجملة تحديدا التي جاءت في خطاب حسن نصر الله هذا حساب سيأتي طبيعته حجمه كيف أين هذا بالتأكيد ما سنحطفظ به لأنفسنا وفي أضيق دائرة حتى في أنفسنا أستاذ شارل أبي نادر هذه الجملة لافتة عندما يقول حسن نصر الله أن الحساب بغض النظر عن شكله وكيفيته ووقته أنه سيحتفظ بالأمر لنفسه وفي أضيق دائرة هل هذا يعني أن هناك حالة من الشك داخل صفوف حزب الله وأعضائه لا يمكن أن نقول أن هناك حالة من الشك ولكن الوضع الذي وصلت إليه المواجهة وما أثبتته إسرائيل هذه نقطة يجب أن نتكلمها بموضوعية ما أثبتته إسرائيل من قدرة النمازج التي رأيناها في استهداف البيجرز أو في استهداف الأجهزة اللاسلكية والتي بدأت منذ قدرتها على تفخيخها في ربما في المصانع الموجودة في تايوان أو في أوروبا الشرقية في المجر ونقلها وتجاوز كل قدرات الكشف والتفتيش في البطارات وإيصالها وتوزيعها إلى قدرة إلى حزب الله طبعا هذا يدل عن قدرة أمنية مخابرتية رهيبة جدا من الطبيعي أن يكون هناك أحتياط من الطبيعي أن يسجل حلقته اليوم السيد حسن نصر الله من الطبيعي بعد هذه القدرات أن يكون هناك رفع لمستوى الحماية هذه أمور بدهية وأن يعمد إلى هذه النقاط هذا لا يعني أنه لا يستطيع إذا كان يستطيع أن يحمي نفسه لا يستطيع أن يكمل مواجهته حتى الآن مع كل هذه القدرات لإسرائيل إسرائيل تفشل في إعادة المستوطنين إلى الشمال إسرائيل تفشل في إنهاء هذه الحرب بعد سنة خاصة أن كان تاريخيا مع كل حروبها مع كل الدول العربية كانت تعمل على الحرب الخاطفة حرب ال67 أخذت منها خمسة أيام سيطرت واحتلت أكثر من دولة عربية طبعا هذا الموضوع هو اليوم يقف بوجه حزب الله بدسبة كبيرة وعليه أن يختبئ وعليه أن يأخذ أحتياطاته لكي يكمل معركته يعني هذه أمور بدهية وليس جديدا كما تفضلت سيداتي في هذا الموضوع ولكن لا نستطيع أن نقول أن هناك شك ولكن نستطيع أن نقول أن هناك خوف من قدرات غامضة يمكن أن تسيطر عليها إسرائيل حيطة وحذر بمستوى مضاعف جدا عن السابق من الضروري أن يتم أخذ هذه الإجراءات بعد اليوم يعني كما قلت أنا بعد هذه القدرة التي أثبتتها إسرائيل في الوصول إلى ما تريد وكيف تريد قبل خارج لبنان وداخل لبنان طيب السيد إلي يوسف ضيفي السيد أبي نادر يقول أن الأمر لا يتعلق بشك ولا يتعلق بخوف وإنما حيطة واحتياط كذلك يعني اللافت أن حسن نصر الله يقول أن الحزب شكل لجان تحقيق داخلية حول تفجير أجهزة الاتصال لكنه لم يكشف كذلك عن نتيجة هذه التحقيقات كيف تقرأ أنت هذا الأمر الذي من الممكن أن نسميه احتياطا وحذرا أو ربما شك يعني بعيدا عن التسميات هي حذر أو شك أو خوف النتيجة أن قائد أو سعيم حزب الله بات الآن في موقع وفي موقف صعب جدا على الأقل إذا كنا فقط نريد أن نحلل الجملة التي عرضتها قبل قليل أو التي عرضت قبل قليل عندما قال بأن الرد سيأتي هذا باعتباري أنا في تقديري هذا الكلام كلام جد واضح بأن الرد لن يتم وما يمكن لحزب الله أن يقوم به هو ما يقوم به منذ أن قتل فؤال شكر وبالتالي موازين الحرب وموازين المعركة باتت واضحة لمن تميل أنا هنا لا أدافع عن إسرائيل إسرائيل ورئيس وزرائها قال منذ اليوم الأول لفتح جبهة الشمال مع حزب الله قال أن هذه الحرب هي حرب طويلة قالها بشكل مواضح هو لم يتحدث لا عن حرب خاطفة ولا عن حرب تدوم أيام هو قال هذه الحرب ستغير وجه الشرق الأوسط وعندما يتحدث عن تغيير خارطة أو وجه الشرق الأوسط هو تماما يحاول أن يشتب القضية الفلسطينية هذا هو الهدف الأساسي للحكومة اليمينية التي تدير الصراح الآن المشكلة أن الأطراف التي تعتقد نفسها بأنها تقوم بالرد وبمساندة الفلسطينيين لا يقرؤون هذا الهدف الحقيقي عندما يصور حسن نصر الله أن هدف المقاومة بات هو فقط لمنع إسرائيل من أن تنفذ هدفها بإعادة سكانها إلى المنطق الشمالية هذا هو دور المقاومة هل أفهم من كلامك سيد إلي يوسف هل أفهم من كلامك أن ما يقوم به حسن نصر الله أو حزب الله هل يصب في مصلحة إسرائيل بمعنى الهدف الذي أشرت إليه بشطب القضية الفلسطينية أنا أعتقد أن هذا الأمر سواء كان مقصودا أم غير مقصود وأعتقد أنه غير مقصود لكن عمليا إذا كانت الشعارات المرفوعة وإذا كان ارتهان ورهن لبنان لمخططات وليهدف غير لبنانية عندها تصبح عمليا تواطئ بشكل واضح للوصول إلى هذه النتيجة لأن مسألة ببساطة ما هي المصلحة وكيف تمكن حزب الله من دعم الغزويين إذا لا أريد أن أحدث عن الفلسطينيين هل جبهة الممانعة التي يتغنى بأنه هو جزء منها بقيادة إيران هل قامت بما يلزم من أجل نصرة الفلسطينيين وما الذي قدمته بهذا المعنى هو أسباب تمعن للإسرائيليين أو تعطي الإسرائيليين المزيد من الأدوات والشروط لاستمرار إبادتهم للفلسطينيين كل طلقة تطلق من لبنان الآن بذن هذه المعادلة هي في خدمة إسرائيل وليس في خدمة الفلسطينيين طبعا إذا لم نتحدث عن مصلحة اللبنانيين في هذا الإطار طيب نأخذ برأي السيد شارل أبي نادر وهو خبير عسكري في هذه النقطة تحديدا من الناحية العسكرية هل فعلا ما يقوم به حزب الله هل يصب في مصلحة الهدف الذي يعلن عنه بأن يريد تشتيت جهود الجيش الإسرائيلي لصالح الحرب في غزة لإنهائها طبعا نحن نتكلم عن معركة في غزة أو على غزة قربت السنة حتى الآن حتى الآن ما زال هناك من أصل ربما العدد كان 180 أو يعني لا أذكر تقريبا العدد الأسرة بين الذين أطلقوا صراحهم في عملية التبادل الأولى والذين بقوا اليوم نتكلم عن مئة أسير بين قتيل وبين أسير حي حتى الآن مصيرهم غير معروف هذا من ضمن أهداف إسرائيل التي فشلت في تحقيقها ما زالت اليوم؟ اليوم كان هناك عملية في رفح في جنوب رفح على الحدود مع مصر تقريبا تبعد 500 متر عن محبر فيلادلفيا وسقط لإسرائيل خمسة جنود وبالأمس أيضا كان هناك عملية ما زالت قدرة حماس على المقاومة هي طبعا لا نقول أنها تنتصر هي تخسر المدنيين في غزة يخسرون هناك دمار ولكن ما زالت تقاتل ببنية عسكرية جزئية ولو كان لنقول جزء بنية كاملة كل هذا الموضوع لو لم يكن هناك معركة على الجبهة الشمالية لإسرائيل كان يمكن أن تركز أكثر أو أن تفعل قدراتها أكثر وكانت انتهت المعركة وكان نتنياهو قد حقق هدفه الأساسي بإنهاء القضية الفلسطينية كما قال ضيفك الكريم من واشغطن هذه النقطة الأساسية اليوم ما يحصل هناك الفرقة أساسية فرقة 98 لإسرائيل والتي هي تحضن أكثر من لواء وحدات خاصة وقوماندوس وهي أساسية في كل المواجهات هي انتقلت من غزة وانسحبت من غزة وهي تحاول أن تتجمع وتنتشر على الحدود مع لبنان ما حصل في الضفة الغربية كل هذه النقاط طبعا هي أخرت نتنياهو من تطبيق أهدافه نتنياهو يريد أن يهجر الضفة الغربية بالكامل إلى مصر نتنياهو أيضا كان يريد أن يهجر غزة ربما إلى مصر والضفة الغربية إلى لبنان يعني انهاء القضية الفلسطينية لو كان لبنان يعني امتنع عن المواجهة أو حزب الله امتنع عن المواجهة كنا في مكان آخر لم نكن اليوم هناك وجود للقضية الفلسطينية وهناك إمكانية لأن يكون هناك ربما سلطة فلسطينية أو منظومة يعني إدارية ورسمية فلسطينية كان هذا الموضوع قد انتهى بالكامل طيب بالعودة إلى الحدث يعني تفجير الأجهزة حسن نصر الله رفض أن يكشف عن نتيجة التحقيقات كيف تفسر هذا الأمر سيد شارل أبي نادر يعني هو قال أن التحقيقات لم تندهي أن التحقيقات قد بدأت ومن المنطق أن يكون هناك أنا بتقديري سوف تأخذ وقتا طويلا هذه التحقيقات لأن هذه التحقيقات أساسها ليس في لبنان أساسها في الخارج أساسها في الشركة المصنعة أساسها على طريق التوريد على طريق الشحن على طريق الوكيل التجاري الذي هو ربما أجنبي كل هذه النقاط ربما حزب الله لا يتمكن من أن يحقق بها أو أن يحصل على المعلومات الصحيحة بها بسهولة لأن عليه عقوبات ولأنه لا يتجاوب معه أي طرف غربي طبعا هناك صعوبة حزب الله ربما يتكلم إذا كان يتكلم عن تحقيقات الداخلية إذا كان هناك ربما نوع من العمالة أو إذا كان هناك تواطئ معين أو إذا كان هناك فساد معين ولكن هذا الموضوع غير كافي غير كافي بالكامل يعني التحقيق لكي يكتمل هو ربما بحاجة لجهات دولية وأعتقد أنه ربما الدولة اللبنانية تطلب هذا التحقيق لأننا نتكلم عن إبادة جماعية نتكلم عن جريمة متعمدة لقتل خمسة آلاف شخص على الأقل وقربهم مدنيين بلحظة واحدة يعني هذه جريمة جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية يجب أن يكون هناك تحرك لمجلس الأمن ويجب أن تحال هذه الجريمة وتحقيقاتها إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة وإلى المحكمة الدولية الجنائية لأننا نتكلم عن مجزرة حصلت في الشعب اللبناني بمعظل إذا كان الأغلبية هم من حزب الله طيب هذا بحسب تعبير حسن نصر الله الذي في خطابه كذلك وجه رسائل كثيرة للحكومة والجيش الإسرائيليين خاصة فيما يتعلق بهدف إعادة سكان الشمال كيف يرى الإسرائيليون الأجواء القائمة حاليا نتابع آمل أن تكون الاعتبارات في هذه الحرب مبنية على عوامل ذات صلاة وليست سياسية الوضع الداخلي في إسرائيل يخيفني أكثر من الوضع العسكري أو الدبلوماسي أهم ما أتمناه هو أن لا يحدث تهديد حقيقي أتمنى الأفضل وأن أتمكن من مواصلة حياتي أشعر بالحزن بشكل كبير لأنني أحب بلدي كثيرا وأحب العيش هنا ويحزنني أننا في هذا الوضع أؤيد موقف غالانت إن كان ذلك موقفه فربما ليس لدينا خيار آخر وأن الخطر كبير إنه أمر مخيف ولمعرفة ردود الأفعال الإسرائيلية على خطاب حسن نصر الله أرحب بضيفي من حيفا بالسيد يوآب شتيرن بداية سيد شتيرن يعني كيف يرى الشارع والرأي العام الإسرائيليين خطاب حسن نصر الله نعم مساء الخير سيدة ريم وشكرا على دعوة بالفعل هذا المساء بث خطاب نصر الله وما نعذر في خطاب نصر الله هو أنه يرفض أن يعلن على حرب هو يقول إن ما قامت به إسرائيل هو بمثابة إعلان حرب ويجتاز كل الخطوط الحمراء كما يقول ولكنه امتنع أولا من تحديد الرد رد فعل حزب الله ويقول إنه ينتطر للوقت المناسب والمكان المناسب والآخرين ويقول إنه ممكن إعلان حرب بناء على ما قامت به إسرائيل أنا أرى هذا الخطاب وكأنه أولا أخذ المسؤولية ما حدث ضربة كبيرة جدا لحزب الله انتنع عن إعلان حرب ولكن هو أثر على يربط بين ما يحدث في غزة واستمرار المواجهات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وكأنه يقول برد النظر على ما تقوم به من ضرب عناصر حزب الله بأجهزة اللاسلكية والآخرية أو إذا دخلت إلى لبنان وفتحت جبهة كميلة الحرب لا تنتهي إذا انتهت الحرب في غزة هذا الربط بين ما يحدث في غزة وبين ما يحدث في جبهة لبنان ربط موجود وقائم منذ بداية الحرب على غزة إسرائيل الآن قد وصلت إلى نقطة البت في هذه القضية بمعنى الحسم هل هي تريد فتح جبهة وربما محاولة لبعاد حزب الله عن الحدود بطرق عسكرية أو ربما استمجار المساعد دبلوماسية ما الذي ترجحه أنت سيد أجتان؟ ما الذي ترجحه أنت في ظل هذا الخطاب وهذه التهديدات؟ فأولا مفير للاهتمام ويجب ومهم جدا أن نفهم أن حزب الله لا يريد حرب شامل هذا يعني فيه هذا يعيد المعضلة إلى إسرائيل الكرار الآن في إسرائيل ماذا ثاني؟ هذا المساء وربما عندما نتحدث الآن هناك جلسة لمجلس الأمني برئاسة نتنياو وكبار المسؤولين الأمنيين لإتخاذ قرار بالنسبة لإستمرار الأمور من جهة هناك أحاديث على أنه بالفعل إسرائيل ستخرج إلى حرب أيضا في لبنان لأن عليها من ناحية تكتيكية يجب أن نفهم أنه عليها استغلال ما حدث على الصدمة التي لا تزال موجودة في صفوف حزب الله نعم صحيح أنه ليس التدمير للحزب الله وحزب الله يستطيع أن يبعد يرسل المسيارات وصفاريخ إلى الشمال ولكن نتحدث عن عدد كبير جدا من الناس الحزب الله التي تم استهدافه بشكل مثير عملية نوعية كما يقال وإلى إسرائيل أن تتخذ القرار الآن هل استغلال ذلك أو الانتظار إلى ما لا نهاية لأنه ما نراه أنه حزب الله يستطيع أن يستمر هكذا فترة زمنية طويلة جدا ادارت على الحكومة في إسرائيل كبير جدا في غزة ليس هناك تحديات عسكرية كبيرة وليس هناك أي عمل عسكري يمكن لإسرائيل أن تقوم به فالقرار الآن ياء ما تواجه نحو لبنان أو الانتظار والانتظار فيه فغار سياسي وعسكري أعتقد أن الحكومة تفضل عدم البقاء في هذا الفغار حسن نصر الله وجه رسالة تتعلق بالهدف المعلن بإعادة سكان الشمال وقال أن هذا الهدف لن يتحقق وكذلك وجه رسالة فيما يتعلق بالحزام الأمني وحتى قال بتعبيره اللبناني الدارج قال بتعبيره الآن أقطبس من مقال قال بندور على الجندي والدبابة بالفتيلة ونقوم بجهد استخباراتي وإذا إجلوا عننا يا أهلا وسهلا هكذا قال هل تقدم إسرائيل فعلا على الدخول إلى الأراضي اللبنانية بعملية برية؟ لا أستبعد ذلك أعتقد أننا كاربين جدا من هذه النقطة نصر الله يستطيع أن يقول ما يقول وبالفعل أكيد سنرى ضحايا قتلى وجرحة في صفوف الجيش الإسرائيلي إذا ما دخل إلى لبنان وليس فقط في صفوف الجيش وإنما في العمك الإسرائيلي صواريخ حزب الله تصل إلى كل نقطة في إسرائيل هي بعيدة المدى ودقيقة جدا هذا ليس حماس ليس صواريخ عبثية تصل إلى كل نقطة وستكون هناك ضحايا كثيرة في إسرائيل في العمك الإسرائيلي ولكن متخذين قرر الخيارة التي أمامهم أسوأ في كل الحالات يجب أن يختاروا أقل سوءا هل الانتظار لأن تهديد حزب الله سيزداد مع السنين ومواجهة مع حزب الله ربما ستؤدي إلى هدوء نسبي لسنوات والسؤال ما هو البديل الآن البديل ونعرف أن هذه الحكومة تعتمد على اعتبارات سياسية نتانيوي أعتقد أنه ليس لديه أي مفار إلا الاستغلال في الحرب هو يفضل الحرب أصلا كما يبدو والسؤال إذا انتظر أكثر ما هي الإمكانيات المطروحة أمامه وأعتقد أنه يفضل الآن أدهاب نحو استغلال الإنجاز هل يفضل لصالح دولة إسرائيل أم لصالحه هو لبقائه أكثر في السلطة سيدة ريم أنا فقدت الاثقة في نتانيوي نتانيوي أعتقد دايما أولا يعمل لصالحي الشخصي لصالح للمسالح حسب المسالح الضيقة التي تتعلق بشخصية نتانيوي بعائلة نتانيوي وبعد ذلك بحزبه والمقربين له والحزب والدولة في الآخر فأعتقد أنا لا أفك في نتانيوي ولكن في هذه اللحظة عندما نرى ما يحدث وأفهم أن هذا هو مصاري اتخاذ القرار لنتانيوي وأعتقد أنه ليس من المستبعد على الأقل أنه بالفعل يحاول أن يجتاح إلى جنوب لبنان لنقل الحزام الأمني ما يسمى إلى العمك اللبناني وليس أن يبقي ذلك البعد داخل إسرائيل ما أنه نصرالة يهدد ولكن اليوم رأينا نصرالة مختلف أعتقد أن نصرالة عندما رأيته وهو يلك الخطاب تعبان نوعا ما دائما المعنويات مهمة معنوياته لم تكن مرتفعة أعتقد أنه في حالة طبعا هذا لا يقول أنه كل الأمور هكذا ولكن هو طلق ضربة قوية جدا وهذه ضربة هذا ليس موضوع الآن ولكن يجب لإسرائيل من ناحية عسكرية استغلال ما حدث خلال ساعات وأيام لا استبعد ذلك سيد يؤاب شتيرن المحلل السياسي شكرا جزيلا لك كنت معنا من حيفا شكرا لكم وبالعودة إلى ضيفي سيد شارل أبي نادر هل فعلا في هذه اللحظة المعنويات حزب الله في الأرض أو منخفضة ومن الممكن للجيش الإسرائيلي استغلال هذه اللحظة التي ربما لن تتكرر له مرة أخرى وهل هو مستعد فعلا لأي عملية برية إسرائيلية أساسا سيدة ريم كل المعطيات كانت تقول أن إسرائيل فجرت هذه الأجهزة بشكل سريع ومفاجئ ولم تكن تريد أن تفجرها الآن كانت تريد أن تجعلها متواكبة مع عملية عسكرية برية أو تنتظر لحظة ربما أخرى ولكن وصلت لإدائها بعض المعلومات أن حزب الله ربما بدأ يكتشف بعض عناصره أن هناك خللا ما أو صغر ما في هذه الأجهزة ربما اعتبرت أنه سارعت لي لتفجيرها كان يمكن ربما ضيفكم من تل أبيب كان مصيبا في هذا الموضوع أن إسرائيل كان يجب من الناحية الموضوعية العسكرية كان يجب أن تستغل هذا الموضوع عسكريا لأن أثناء التفجير كان هناك ارتباك كان هناك ربما ضيع وأن لا تعمد إلى هذا الاستغلال وأنا قلت في بداية المداخلة أو النشرة أن اليوم كان تصعيد حزب الله لافتاً بالمصيرات وبالصواريخ وظهر وكأن الموضوع لم يتأثر به بتاتاً في معركته لذلك ربما كانت إسرائيل عليها ولكن أعتقد أيضاً أن إسرائيل وصلت طبعاً إلى حقق شبه مستود هي تعلم جيداً صعوبة العملية وقدرات حزب الله حتى لو نفذوا حزام أمني بعرض 20 كم وصولاً إلى شمال الليطاني يعني كل المعطيات حتى من داخل إسرائيل تفيد أن هناك صواريخ لحزب الله مئات الكيلومترات وتصل إلى صحراء النقب تصل إلى إيلات بالإضافة طبعاً لتل أبيب يعني 20 كم أساساً الصواريخ البعيدة المدى لحزب الله هي ليست منتشرة في 20 كم التي هي جنوب الليطاني مسيرات التي أطلقت على عملية سكنت أمان أو الوحدة من 1200 هناك مسيرات أطلقت من البقاع يعني قدرات حزب الله هي أبعد من هذا الحزام الأمني هذا من ناحية من ناحية أخرى طبعاً يعني رأينا في متابعة لهذه المعركة أو هذا الاشتباك كل آلية لإسرائيل تتحرك على الحدود من الصاحل من النقورة حتى مزارع شبه يعني بعرض 120 كم كانت تستهدف يعني حزب الله يمسك بطريقة كاملة بهذه المواجهة يبقى فقط الفارق الوحيد لإسرائيل أو الوحدات الإسرائيلية هو الجو وهذا موضوع أساسي كل الجميع يعترف به هذا التفوق الجوي ولكن أيضاً لكي يذهب نتنياهو أو لكي يبعد هذا الحائط المسود فقط عليه أن ينهي موضوع التسوية في غزة وأن يعيد الأسرة وأن يوقف القتل والإبادة الجماعية في غزة هذا هو الحل الوحيد والأنسب ربما لإسرائيل حالياً يعني معقداً لحد الآن سيد إليه يوسف يعني لنعود إلى تحليل هذا الخطاب لفت انتباهي خلال تقديم حسن نصر الله الشكر لدعم بعض الدول بدأ بالشكر للعراق لا بإيران وكانت ضمن خطابه مثلها أقصد إيران مثل سوريا مثل الدول الداعمة الأخرى هل هذه إشارة لهذا الأمر دلالة معينة؟ يعني طبعاً كان لافتاً أن كل الخطاب الذي ألقاه خلال عملياً من أي ذكر الإيران بما عدا الجملة التي تحدث بها حول الجهات التي قدمت المساعدات الإنسانية والطبية وهذا باعتقادي هو أيضاً نوع من الرسائل أنا من الأشخاص الذين يعتقدون حتى هذه اللحظة بأنها لا حربة موسعة فعلاً ممكن أن تحصل في جنوب لبنان لا الإسرائيليين ولا حزب الله واليوم خطاب حسن نصر الله كان خطاباً يفتح على مسألة التفاوت عندما تحدث عن 1701 وتحدث عن المفادين الذين يتواصلون سواء مع الجهات الرسمية اللبنانية أو بشكل غير مباشر مع حزب الله أنا أعتقد أن اليوم عندما امتنع عن التهديد بأي رد هو يفتح الباب على مفاوضات وهذه المفاوضات للأسف ستكون ضمن قواعد اشتباك أعادة إسرائيل تعريفها تبعاً لميزان القوى الذي فرضته بمازل طبعاً عن كل الكلام أنه يستطيع أن يؤذي حزب الله يستطيع أن يؤذي القوات الإسرائيلية لكن هذه الأدية لا يمكن أن تدمر أو تردع أو تحمل لبنان لذلك طالما أن الموضوع هو عنده بهذا الشكل الدور الإيراني وهناك الكثير وأنا أتحدث من هنا من واشنطن يحكى عن مفاوضات حقيقة مستمرة وتحت الطاولة وفوق الطاولة وبمشاركة يعني مستطاء عددين إيران أعلنت بشكل ماضح أنها ترغب في إعادة تصحيح علاقاتها ليس فقط مع الأوروبيين لكن أيضاً مع العدو الأكبر الذي هو الولايات المتحدة هذا على الأقل ما قاله بزا شكيان وبالتالي هل يكون ذلك على حساب حزب الله؟ أولاً حزب الله إذا كانت إيران دائماً ما تقول بأنها لا تريد التضحية بحزب الله في أي معركة مفتوحة مع إسرائيل الذي جرى خلال اليومين الماضيين أظهر لإيران بأن إمكانية التضحية به حتى لو كانت لا تريد أن تقوم بهذا الأمر يمكن لإسرائيل أن تقوم فعلاً بتوجيه دربات قاسمة له لذلك أعتقد أن ما يمكن أن أتوقعه في المستقبل القريب وليس البعيد جداً أن مسألة التفاوض على تطبيق أكثر تشدداً للـ 1701 برعاية دولية وأممية ومن كل الأطراب بما فيها أيضاً القوى الإقليمية سيتم تفعيل وتقوية هذا القرار بشكل يمنع أن يتحول الجنوب مرة أخرى إلى منطقة مشتعلة لا تريدها لا لبنان ولا أيضاً إسرائيل لذلك اليوم عندما قال بأن الهدف المقاومة الآن هو منع سكان الجليل من العودة هذا يعني أن الباب التفاوض بات مفتوحاً وأنا أخشى أن هذا التفاوض وهذه المقايدة ستتم على حساب الشعب اللبناني بمعنى حزب الله بالـ 2006 ارتد من الحرب التي خاضها ضد إسرائيل إلى الإمساك بالوضع الداخلي اليوم هو خطاب وجهه أولاً لإعادة تقوية والإمساك ببيئته الحزبية وببيئته السياسية والطائفية في مواجهة كل الآخرين لهذا أنا أحشى أن يتحول الأمر إلى مقايدة ستكون هذه المرضة أيضاً على حساب الشعب اللبناني بكل فئاته وتوافه طيب سيد شارل أبي نادر هل ترى الأمر كذلك مقايدة على حساب الشعب اللبناني وهل لا تزال إيران تقف مئة بالمئة وراء حزب الله بالنظر إلى ما حدث في الأيام الماضية أمام أعين الحرس الثوري الإيراني إيران استهدفت أكثر من مرة هي مباشرة ليس فقط حزب الله استهدفت مباشرة في عقر دارها بعلماء استهدفت بتفجيرات ونسبتها لإسرائيل استهدفت في سوريا ولم تفتح حرباً أو مواجهة واسعة مع إسرائيل لأن لها حسابات خاصة لها حسابات واعتبارات معينة تتعلق بالفارق ربما بالقدرات تتعلق بأنها لا تريد أن تذهب إلى مواجهة واسعة تتعلق ربما بأن منورتها وستراتيجيتها هي العمل ببطء والعمل البعيد يعني لن تقوم بحرب واسعة لموضوع تفجير أنا بتقديل تفجير الأجهزة وإذا لم تنفذ هذه العملية أو تفتح حرباً على إسرائيل تكون قد تخلط عن حزب الله لا يمكن القول هكذا كل قدرات حزب الله وأسلحة حزب الله ربما مالياً وتنظيمياً وتجهيزياً وتجهيزات هي من إيران يعني وإيران ردت أيضاً على إسرائيل من ضمن هذه المعركة التي حزب الله منخرت فيها ولتي هو عنوانه الأساسي ماذا لو حصل هذا الأمر في ظل تفاهمات دولية تريد من خلالها إيران العودة إلى الساحة الدولية متصالحة مع أعداء الأمس ماذا لو حدث هذا الأمر هل سيدهب حزب الله في اتجاه العمل الفردي مستقلاً عن إيران إذا عدنا إلى بداية الحرب على غزة أو طفان الأقصى كان دائماً يقول السيد حزب النصر الله أنه بعد إقاف الحرب على غزة والحرب على الشعب الفلسطيني في غزة لكل حادث حديث قالها أكثر من مرة وقال أنه ربما هذا الموضوع يفتح الأفاق لكي نحقق أو نحقق امتيازات معينة تتعلق بالنقاط التي في خلاف فيها مع إسرائيل كان هناك ترسيم للحدود برعاية قريبة من حزب الله يعني حزب الله ليس بعيداً ربما هو يسبق إيران لا نقول بالتطبيق مع إسرائيل ولكن بمفاوضات لحماية الحقوق اللبنانية هذا الموضوع هو وارد وقاله السيد حسد إسرال الأكثر من مرة ولكن طبق النقطة الأساسية يعني هناك قرار أساسي ربما عقيدة والتزام ديني أكثر ما هو ربما سياسي بأن حزب الله لا يتخلى عن قضية الفلسطينية يعني يمكن للبنان سيدة ريم أن يكون مثل الأردن ومثل مصر وينظم اتفاقية سلام مع إسرائيل ويكون هناك هدوء وسلام ونعيش بأمان ولكن هذا الموضوع هو خارج الاستراتيجية هل هذا يعني أن الرد لن يأتي؟ هل هذا يعني أن الرد لن يأتي؟ كما قال حسن نصر طبعا الرد سوف يأتي ولكن كل رد له حساباته وكل رد له ظروفه وله أيضا معطياته إذن الأيام القادمة ستظهر هذا الأمر أشكرك أشكرك السيد شارل أبي نادر الخبير العسكري وأشكر كذلك السيد إلي يوسف الصحفي والخبير في الشأن الأمريكي كذلك شكرا لكم مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود مناقشة ملف السودان ابقوا معنا شكرا لكم شكرا لكم ونمس معامل شكرا لكم شكرا